مرشحين في القائمة مرشحين في القائمة عن تاريخها وانتا تأسست ونشاطاتها وبرنامجها فإحنا حابين نسمع حتى مثلا شفاع عمريين كلهم يعرفوا مين هاي قائمة الشباب للتغيير والتوحيد قائمة الشباب للتغيير والتوحيد تأسست من قبل ثلاثين سنة تقريبا تأسست على نهج اللائل لاعائلي اللي كانت قائمة قائمة في البلد اللي هي دروس شفاع عمر اللي هي قائمة الوحيدة أسستنا في سنة الثنين وثمانين مشان نحارب النهج هذا والقائمة تتركب من كل العائلات عندنا في شفاع عمرو انتي قصدك من كل العائلات الشفاع عمرية أم من كل العائلات في الطائف الدروسية من كل العائلات الشفاع عمرية الدستور طبع القائمة بنصف عن الشكل أما تركيب القائمة تركب من شباب دروس اللي هني موجودين في القائمة كل خمس سنين في عنا انتخاب لرئيس قايمة جديد رئيس القايمة بيقدر يكون لحد فترتين اللي هنه خمس سنين فقط متتاليتين نعم مش اخثر من هي بعدين خمس سنين اللي بنسوي براميريز اللي هو ديموقراطي جدا في القايمة بنسوي كل خمس سنين بعدين يكون في مرشح جديد للقايمة اللي بتخبه الكادر اللي هو عبارة عن سبعين شخص اللي بقدر بتخبه وانت انتخبت بالبراميرز الاخير كرأس القايمة بالبراميرز الاخير انا انتخبت الكادر تبع القايمة خرر انهم عنا مش شخص باكثريت قديش باكثريت اغلبية ساحة مطلقة مطلقة يعني بشكل عام لانه ممكن هاي لانه المرشح اللي كان صاره عشر سنين اي نعم فاختروك انت تكون رأس القايمة طيب شو شعورك بعد من انتخبت رأس القايمة يا هل هذا هم كبير عليك يعني انت حملت هم الجماهير هالي انتخبتك انا بحب نوية الماضي تبعي زابط متقاعد بسلك الشرطة في انا اخرى زابط في انا اخرى مرشح مصطفى خطيف نتأمل يوصل زباط اثنين للبلدية الله يخليه في هاي المنسى بموجه متحيان متحيان اه 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 في الماضي كنت اه زابط متقاعد حاليا زابط متقاعد و اه 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 حسيت انه مسئولية او حسيت المسئولية بتفرض علي ان العطاء اللي انطيته في الماضي في شرك الشرطة يعني في شرك الشرطة والخدمة اللي قدمتها للوسط طبعي وسط ككل العربي والحمد لله اه 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 بعد عندي القدورات اني اغضر يعني هذا دقعك في ترشح اي نعم بعد في عندي قدورات اني اغضر اخدم بلدي وان شاء الله منكون عند حسن ظن الناخب ونكون كفء للعبع والمسئولية لانه مسئولية وعبع كبير وان نعم على كل كتف اه مرشح مرشح قايمي اللي بدي يتقدم ويتقدم للبلد اي ملفات بتحب انت اذا وصلت للي عضوية البلدية بتحب تعالجها او انك تتسنمها او يعني تحب انك كل الوقت يعني هاي انه الميول انتعتك في هاي الملفات اي ملفات بتحب انت يعني تعالجها قسم المعارف شو عندك يعني دراية ومعرفة في الموضوح هذا بقسم النمعارف اه اه أو شو برنامج القائمي بالنسبة للموضوع هذا؟ برنامج القائمي بنا نوصل لوضع أنه علامات البقرود تكون من أعلى نسب في الوسط عندنا هنا نحذو الحذوي اللي خطوتها قرية بيت جن اللي وصلت لمحل ثالث في التاج البقرود على نطاق قطري والأشياء الثانية اللي منحب نقدمها عندنا هنا بناية التربوية كمتناسيم كمدارس لنطور الأشياء فيها وأنت بسكنك بحي الجنود المسرحين هل راح تحمل كمان قضايا الجنود المسرحين في البلدية؟ طبعا عندنا القضايا هنا لا شك كل مواطن في البلد في عنده قضية معينة القضايا تبعتنا أكبر قضية هنا لجنود المسرحين إنه قسائم الأرض اللي بنبان عليها إن شاء الله في المستقبل راح نجرب ننزل من المبلغ اللي بطلبوه في مصرات الشكون ننزل منه اللي هون للقسائب اللي بدت تحملها وهي راح تعالجها انت كمان بإذن الله أهلا شكرا أخ شفيق أزام انت بسفتك سكرتير القائمة طبعا مسؤول عنكم وراء التنظيمية وكل ما يجري في القائمة أنت تصورك للمستقبل القائمة أمام الحملة الانتخابية اللي راح تجري بـ 22-20-2013 شو تصورك؟ أولا حمس الخير لألك في الأخوان جميعا للمستمعين والمشاهدين المستعليهم وكما ذكر أخي وصديقي وزميلي أبو ربي أمان وشاع اللي هو الرئيس القائمة الحالي ويتأمل له أول شيء أنا التوفيق والسعادي ويتأمل له طبعا أنه يكون عشر سنين متتاليات زي ما ذكر قضية الدستور وإحنا لدينا دستور في القائمة الدستور اللي أسس أو قيم الدستور منذ إقامة القائمة قبل حوالي 30 عام وذي اليوم يعني إحنا في الانتخابات يكون أقفلنا 30 عام لقيام القائمة أو الولود القائمة 30 عام كانت تمثل في البلدية؟ كانت تمثل في البلدية منذ 30 عام؟ من قارب 25 عام من 30 عام إحنا حصلنا على مقعدين في البلدية أكثر بمرة مقعدين متتاليين المقعد اللي كان بفترة ما يقالب قبل 20 عام 12 سنوات بعدين كان مقعدين لخمس سنوات أخرى إحنا اليوم بمقعد واحد بنسبة بلسطة ممتازة نسبيا لباقي القواهب الموجودة في البلد إحنا نائب رئيسي البلدية متفرغ أي من رفات عالج نائب الرئيسي؟ عالج نائب الرئيسي البلدية سبب وذكر وقبلها القضية اهتمامنا لأن جل اهتمامنا هو قضية التعليم لأنه إحنا نشوف القضية التعليمية القضية الأساسية الموجودة في الوسط بالذات في الوسط العربي إحنا علجنا قضية الماضي وإنا إحنا طبيعي بشكل مكان إنا فضل نقول فضل كبير لنائب رئيسي البلدية إننا إحنا نعالج الموضوح هذا ما يقارب الخمستاشر عام منها وصلنا نسبة الببروت كان في عنا نسبة عالي جدا في الفتر اللي كان موجودة عندما إحنا أخذنا قسم المعالف كانت قسم المعالف تقريبا بالحضيط اللي إعلت ببروت وارتفعت بنسبة ممتازة جدا إنتي أنا حتى نحدد بشكل مصبوط يعني نسبة الببروت كانت منخفضة بزمن عرسان وارتفعت بزمن أبو العبد؟ لا إحنا بلاش نقول بزمن عرسان بالعكس بزمن عرسان كانت نسبة عالي كانت 29% كانت بفترة زمنية معينة بس بعدين ارتفعت بعد فترة 5 وقت لمن إحنا أخذنا قسم المعالف ارتفعت بشكل ملحوظ هذا من ناحة وليوم إدي النسبة 50%؟ النسبة الليوم تقارب حوالي 65% على فكرة يعني أنتي ذكرتك الموضوع عرسان أنا حابي نابس أرفت نظرك لموضوع ومهم جداً إنه إحنا فترة عرسان فترة أبو مصلح عرسان إحنا مشينا فترة نعام وإحنا وصلنا إحنا نتوسوية إلى البلدي الفترة الثانية الفترة الأولى والثانية إحنا بفترة أبو مصلح عرسان كنا نائب رئيس بلدي بفترتين متتالياتين بعدين صار في حديث كان مع عبد نوهد خازم وإحنا مشينا بخط سوا ومع نوهد كمان إحنا مشينا معه وإخلصنا له حتى الدقيقة الدسئين كذلك مع عرسان والمستقبل إحنا هلنا ثلاث مرشعين إسا أو أربع مرشعين من الأحرق بعدكم قررتون شك إحنا ما قررنا ما بينجون بس بالماضي كنا مع عرسان بدون شك إحنا بالماضي كنا مع عرسان وإخلصنا له كنا مع عبد وإخلصنا له والمرة هاي إذا بنكون مع واحد مهني بنخلص له وإذا كنا مع واحد بعده مش موجود بدون شك كما ممكن نخلص له يعني قضية الرئاسة بعدكم أحسنتوها إحنا قضية الرئاسة المان حسمر وحدية اثنين اللي ذكروا أبو ربيه أنه إحنا عنا عنا كادر يمثل بـ 72 شخص هاي المرجعية الأولى والأخيرة بأي قرار من النوع هذا يعني حتى لو كان لاجة مفاوضات هي لست تقرر يرجع المرجعية الأولى والأخيرة إلى الكادر نفسه ككل بناء على قرارات الكادر هذا إحنا منكمل مشروع مشروع مشوون بدي بي سؤال يعني أسألكوا إياه مظبوط إنه نائب الرئيسي اللي كان هو في البلدية مش موجود هون بس اللي فهمتوا أنا إنه المشروع اللي تعتزوا فيه أساسا بشاركتكم في الإدارة هو قضية التعليم التربية والتعليم إنه أنتوا عن طريق تسنمكوا لهذا المنصب حقاقتوا كتير إنجازات في أقرى كمان مشروع اللي برأيي أنا إنه أنتوا برأيكو يعني طبعا طبعا السؤال المواجهة إنه بتفتخرو فيه طبعا إحنا أولا أولا قضية التعليم هي جزء اللي يتجزأ من باقي من سلسلة الموضوع الثاني اللي إحنا قمنا فيها وإحنا نصب عيننا وأهم هاي الأشياء إيجاد تحل الخطر هاي كلي في البلد واحد يعني هناك معاناة كبيرة بالنسبة للقضية هاي على أساس أنهم بيدفعوا غرامات في دور بعدها أثنين في عنا قضية جنون المصراحين إحنا إيش هاي الخضية إحنا نمثل نسبة كبيرة من الجنون المصراحين أصلاح الحي اللي إحنا موجودين فيه أدوان حي للجنون المصراحين الأسعار الأراضي والقسائم اللي موجودة هون هي أسعار باضعة جدا أولاً بلشت هنا بلشت عشر تلاف شكل نعم يوم تتطلع عليها ما يقارب المئة وخمسين لحد مئة وسبين ألف شكل بس أنا اللي بعرفوا من الجهود المصراحين بغدوا قروض بغدوا منح لما يخلصوا إنه بنتوه المنح وقروض منشان يبنوا منشان يشترو أرض وبنتوهوا تسهلات المنح والقروض اللي بغدوها نتعرف الوضع اللي إحنا موجودين فيه وغلاء معيشه الموجود فيه اليوم ورب بيوت وشألات وشكل ما بقدروا يوصلوا لبناي اللي هي تكون تليق تليق في المصراح في المصراح علشان إحنا من نجرب قديش نقدر إنه المبالغ هاي البعض اللي بتيجي على والنائب اللي كان عندكو بالإدارة عالج المنظوح عالج المنظوح بشكل جذري جدا ولا يزالح عالجه الله أراد إحنا منوخذ منه ملف اللي هو حاضر عشان نكمل معالجه كمل المسيري نعم بغض النظر على الأشياء اللي قالها الأخ أبو نواه بالنسبة للخارطة الهيكلية على الأشياء اللي هم على البنايات الغير مرخصة اللي يوم عم بدفعوا عليها مبالغ باهضة جدا هم 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 على حسب الذكر الحارات الموجودة برية الخارطة الهيكلية اللي عم بدفع عليها مبالغ باهضة جدا منجرب إنه قديش يطلع في إيدنا في الملفات الموجودة البلدية في الملفات الحاضرة ينكمل المسيري اللي كانوا قابلنا في الأشياء اللي هي حيوية لأهل البالع دينا هم الحارات قديش نقدر عدان ذلك الأشياء في المشاريع اللي احنا عم نفكر فيها الرفاهية الرفاهية في الحارات جميعا على نتاق البلد وخاصة في الحارات الدرزية إنه هنا اللي هي معدول من أشياء الرفاهية اللي كالجنائن كالقنارة كتعبيد الشوارك هم محلات تربوية زي أنا اللي بحثين يعني بالطائف الدرزية قديش عدد المصوطين في الطائف الدرزية ما يقارب الأربعة تلاتة أكم قائمة في تلاتة؟ تلاتة حينها شو السبب إن ما فيش وحدة قائمة موحدة؟ من قبل خمس سنين تقريبا فئة من قائمة الشباب من هنا اللي لا أسباب معينة انسلخوا عن قائمة الشباب ها ها وقاموا قائمة ومشوا قائمة المستقبل المستقبل اللي اسم تبعها اليوم اللي توحدت مع قائمة تاني سيلي فهمتو أنا ما توحدت مع قائمة شعلي اللي إني مشيين في قائمة المستقبل أما قائمة تانية توحدت معها اي نعم قائمة تانية توحدت معها اللي هني نفس النايج تبعنا ونفس الفكرة تبعتنا والفكرة تبعتهم مش بعيدة عنا لأنه هني من القائمة تبعتنا جربنا في جميع المجالات مع اللجنة المفاوضات اللي إنا مع قسم من إنتين مناكي جربنا نوحد الصف إحنا وإياهين ووصلنا لنا جمعيا إن نتهمل للنجاح وما نتحكش بحدي بمسابة لقضية الوحدي السؤال لك أنا أقول الشيء مشكور على السؤال السؤال كثير كثير ممتاز السؤال يستجد الإجابة بشكل واضح مصري ذكرنا بالماضي يعني ما يقاند ثلاثين أو بالأحرام من اثنين وستين سنين في قائمة وحيدة في الطائف الدرسجي اللي تتبع النهج العائلي اللي تمثل بأخذنا وصديقنا وزبيلنا أبو فراث فرجح نيفس قائمة دروس شفعام فهنا نبعث له كمان تحياتنا ونتأمله النجاح والنجاح البعر هي كانت مولودة من حياة الله يلحمه الشيخ صالح هي قائمة الوعيدة اللي موجودة بالحي أو بالوسط الدرسجي من ثلاثين سنين يعني قلتلك أنا أقفلنا ثلاثين عام يعني من الفترة هاي وجدت أو تأسست قائمة القائمة اللي تمثل في اليوم بأخونا حتى تنهو نهش إنه العائلي والكيمة أو تأسست القائمة هاي منذ ثلاثين عام على منهج ديمقراط ديمقراط جميع العائلات الترزية من جميع العائلات موثلة من جميع العائلات العائلات الترزية كون وانا لأ 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 عائلات شفاعمرية القائمة تمثل وتمثل بكل أهل شفاعمر هذا إنه موجودة اللي حابين يجو على البرنامج انت على القادم فش عليها اي جدال القائمة هي اسمها قائمة الشباب للتغيير والتوحيد مش مكتوب الدرزية او الاسلامية او المسيحية هي تمثل وتمثل من قبل جميع المواطنين في شفاعة مرة كلمة التوحيد هي تنطي احاء درزية الوحدة لا 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 التوحيد هون قصد الوحدة مش الوحدة لا 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 لنقصد هون لكمال للتوضيح قضية دي التوحيد هي توحيد القوائم في شكل عام او توحيد نهج معين اما هي قائمة هي موحدة موحدة بالقلوب موحدة بالاخلاق موحدة بالنهج موحدة بالمحبة بالوئام بالإنفي موحدة بجميع الأشياء والتغيير هو تغيير نهج معين اللي كان قائم منذ فترة زمنية بعيدة سبق وذكرنا القائمة قائمة دموقراطية دائما انت بتلاحظ انه بالقوائم الدموقراطية وفي ثمن كمان بدموقراطية الثمن اللي دفعته القائمة هاي بمأنها هي قائمة دموقراطية انه من قبل خمس سنوات انشط جزء او جزء بقرحة جزء من أعضاءها وأسسوا قائمة جديدة اللي هي قائمة المستقبل قائمة المستقبل هي كهير كهير قريبة من ناحية فكر قائمة تبعتنا اللي احنا موجدين فيها أصلاً ما هنين شقوا منا ويعني حتى البرنامج تباح الموجود حالياً وقبل خمس سنوات نفس البرنامج ونفس البرامج فبناءاً عليه بناءا عليه وأنا هون بحب أوضح بشكل صريح وواضح بناءا عليه الطائفة الدرزية لا تتحمل أكثر من قائمتين عدد الناخبين بالطائفة الدرزية لا يتحمل أكثر من المهمين ومن هذا المنطلق نحن بقائمة شعب توجهنا عدة مرات أكثر من عشر مرات توجهنا لم يكن التوجه وحيد من أي قائمة من الطائفة الدرزية إلى قائمة شعب التوجه الوحيد كان من قائمة شعب إلى قائمة المستقبل وما يقارب العشر مرات اجتمعنا محن عشرات الماضي لنا كان حديث محن بكل وضوحه وبكل صلاحه للأسف الشديد وهناك بعض الأشخاص اللي متتبتين أو متشددين أو متعصبين بهم يعني هناك أمور شخصية تدخل بقديمة القرار؟ لا 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 أتصورش إنه في أمور شخصية بس ممكن بشكل أو بآخر اللي هني ما ساعدهن أو ما ساعد الوحدة هاي ولكن ما هذا وكل يعني بصراحة وبكل وضوح وصلت يعني إنه طلبات من الوحدة كانت طلبات شوي صغيرة تعجيزية على سبيل المثال إنه هني بالقبل خمس سنوات كان عندهم خمس مئة وخمسين وخمس مئة وستين صور إحنا كان عندنا تسعمية وثلاث 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 وستين صور فكان طلب هني هني إنه المرشح الأول منهن والمرشح الثاني منهن وحتى المرشح الثالث بشكل أو بآخر ممكن يفضونا عليه يعني وجربنا كل الطرق تحملنا كل الأشياء ضحينا بأشياء كثيرة مستعدين كونين يتنازع عليها وصلنا لدرجة إنه كان فيه عرض منه حتى إنه يكون فيه رضاتي على المحال الأول فكان رفق قاطع للأسف شكي ومع هذا كله أنا كامل رابر جاء وأنتو بعلاقات جيدة أه بدون شك نحن بعلاقات جيدة القائمة الوحيدة التي بغلاقات جيدة مع جميع القواعد في البلد هي قائمة الشراب للتغيير والتوحيد كانت في الماضي هي بالحاضل ستكون أيضا بالمستقبل هاد اي أنا برأيي ما يميز انتخابات في الحملة الانتخابية بشفة عمر إنه كل بعلاقات جيدة مع بعضه هيك لازم تكون الانتخابات الحمد لله المرشح الأول في القائمة كلمة من القلب إلى القلب بتحب توجيهها للناخب الشفة عمري بتأمل للناخب الشفة عمري إنه يتحلى بالروح الرياضية خلينا نعرف يا أبناء بلدنا إنه هذا يوم واحد وماشي يوم واحد ونافئ خلينا نكون مع بعضنا خلينا نكون في وحدة خلينا نكون مع قلوب صافي بتأمل من كل أهل الشفة عمري بتطلع على السنديق وتنتخب المرشحين وتحط وتحكم ضميرها بتنتخب المرشح اللي يومه لائم يكون في البلدين وإنتوا بتشعروا حالكم ملائمين وتدعي كمان الجمهور يصوت لك؟ الحمد لله إحنا بندعي الجمهور الشفة عمري خاصة في طائف الدرزية إنه يصوت للهانون لأنه هي اللي راح تمثلكو في البلدين شكرا إليكم وينطيكم العافية وبالنجاح انطيكم العافية شكرا شكرا شكرا